السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفاصيل إلقاء القبض على رضا عبدالعيل وحبسه كشف رضا عبدالعيل نجم الزمالك والأهلية السابق مفاجأة من العيار السقيل عن تاريخ ذكرياته مع مباراة القمة التي تجمع القطبين الكبيرين وقال رضا عبدالعيل في تصريحة خاصة له أنه لا ينسى واقعت احتجازه قبل أحدى مباراة الأهل والزمالك عندما كان لعبا بصفوف الأبيض مشيرا إلى تعرضه للحبس في أحد أقسام الشرطة ببهتيم نتيجة محضر من أحد أقاربه اتهمه بالتعدي عليه وأضاف خرجت من الحبس عن طريق الصدفة فكان الكابتن علي شحاته يمر بجانب القسم وأحد أقاربه قال له رضا عبدالعيل مهجوز بداخله وعلى الفور أبلغ شحاته المسؤولين في الزمالك وأسرع فاروق جعفر في القيام بالاتصالات مع المسؤولين في القلعة البيضاء وتابع بالفعل أخرجت في الرابعة فجرا قبل المباراة التي كانت تبدأ في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا ترجمة نانسي قنقر